ترجع كبير شهدته حصيلة جائحة كورونا في الأردن اليوم بتسجيل 29 وفاة و483 إصابة جديدة ومع إجراء 15604 فحوصات مخبرية انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية بشكل ملموس لتصل إلى 3% تقريبا مقارنة مع 4.3% يوم أمس كما انخفض عدد الحالات النشطة حاليا إلى 4300 وحالتين اثنتين وانعكست هذه الحصيلة على انخفاض في مؤشرات القدرة الاستيعابية للمستشفيات بوصول نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة في إقليم الشمال إلى 24% وإقليم الوسط إلى 32% وفي إقليم الجنوب إلى 11%